نروح بقى للصحافة الرياضية يا حضرات هنروح تحديداً على مقر جديدة البوايا نيوز موجودة هناك زيبريتنا العزيزة مريم سميح عشان تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في عالم الصحافة صباح الفل عليكي وطبعاً من ضمن أهم الأخبار اللي أنت أكيد بصدد أنت تقولها لنا السيطرة المصرية لشبه كاملة مش شبهية كاملة على بطولة العالم لسكواش رجال وسيدات عرفينا بقى التفاصيل يا مريم صباح الفل عليك تفضلي مظبوط يا كريم لكن خليل أول أصبح عليك بصبح عليك طبعاً يا ناواند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر بوايا نيوز والحقيقة أن الخبر اللي أنت تكلمت عنه يا كريم هو أول خبر معنا طبعاً أكيد لأن من الضروري أن نحن نبدأ به لأن زي ما أنت قلت بالظبط هي سيطرة كاملة على بطولة العالم لسكواش وهو عنوان الأول من موقع في الجول علي فرج يتوج ببطولة العالم لسكواش للرجال ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات طبعاً طوج علي فرج ببطولة العالم لسكواش للمرة الثالثة في تاريخه للمرة الثانية على التوالي هذا طبعاً زي ما احنا شفنا وعارفين أن أكيد بطولة العالم لسكواش كانت بتقام في متحف الحضرات في مصر وطبعاً يعني فاز علي فرج في المباراة النهائية على محمد الشرباجي بنتيجة 3-2 وبهذا الرقم أو بعد فوز علي فرج بـ 3 ألقاب بالحقيقة أنه هو عادل يعني يمكن عشور في عدد الفوز بالألقاب لأن عشور أيضاً فاق بـ 3 ألقاب وأصبح علي فرج على بعد لقب واحد فقط من عمر الشرباجي أو عمر شبانة عفواً وهو الأكتر تتويجاً بنتيجة 4 ألقاب وعلى مستوى النساء أيضاً فازت المصرية نور الشربيني باللقب للمرة السادسة في تاريخها وللمرة الرابعة على التوالي وفازت في المباراة النهائية على المصنفة الأولى عالمياً طبعاً نوران جوهر بنتيجة 3-1 وبعد هذه النتيجة أو بعد فوز نور الشربيني باللقب السادس في تاريخها أصبحت نور الشربيني على بعض لقبين من معادلة طبعاً يعني الرقم القياسي من نيكول ديفيد وهي الماليزية وهي طبعاً اللي فازت في تاريخها بتمن ألقاب من البوابة سبورت رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية تجرى الاستعدادات على قدم وصاق داخل اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية للعمل طبعاً بيجدية وده طبعاً بعد أو عقب الإعلان عن استضافة مصر بشكل رسمي للبطولة العربية رقم 22 واللي هتقوم طبعاً في عروس البحر المتوسط أكيد الإسكندرية وطبعاً هتقوم في الفترة ما بين 28 وحتى 31 يوليو 22 ده طبعاً بالمدينة الرياضية الشبابية بأبو إير تحت رعاية وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي وأيضاً محافظة الإسكندرية اللواء محمد شريف وأعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمالي الأجسام عن استضافته طبعاً الكبيرة والبلغة أن تكون البطولة العربية رقم 22 هتقوم على أرض مصر وتحديداً في مدينة الإسكندرية وتحت طبعاً أكيد قيادة محافظة الإسكندرية كمان قال أن هو يعني هيسعى كرئيس الاتحاد أن تكون دي أقوى بطولة عربية بتقوم على أرض مصر ويعني على مستوى جميع البطولات العربية التي أقيمت خلال السنوات الماضية وأشار فهيم أيضاً أنه قد تم توجيه الدعوة لعدد كبير جداً من الاتحادات العربية بالاستعداد ويعني الحقيقة أن أغلب هذه الاتحادات قبدت سعادتها واستعدادها أيضاً للمشاركة في هذه البطولة والليها تقوم على أرض مصر وكمان يمكن الموافقة المبدئية يعني يمكن عادل فهيم قال أنه من الممكن أو المتوقع أنه يشارك 18 اتحاد أو 18 دولة عربية على الأقل وأنه هيكون هناك مفاجآت عديدة وكبيرة جداً هيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من اليوم السابع أكثر عشر أندية تتويجن بلقب الدوري الإنجليزي بعد إنجاز منشاستر سيتيت طبعاً زي ما احنا شفنا كلنا يعني قصد الاستطار على البريمير ليج لموسم 2021 وإستطاع منشاستر سيتي أن يفوز باللقب للمرة التمنى في تاريخه طبعاً بعد يعني الفوز على حساب أستونفالا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت أمس الأحد والحقيقة يعني أن قدر منشاستر سيتي أنه هو يفوز بلقب الدوري بتحقيقه 93 نقطة في 29 مباراة أو يمكن فاز في 29 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 3 مواجهات فقط وتسجيل 99 هدف وتلقى فقط 26 هدف وطبعاً زي ما احنا قلنا في البداية رفع منشاستر سيتي رصيده إلى 8 ألقاب في تاريخه بالبريمير ليج واحتل المركز الخامس في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبريمير ليج والحقيقة يعني أن اليوم السابع رصد الأندية الأكثر تتويجاً وهي كالتالي منشاستر يونيتد صاحب رقم القياسي الأكثر تتويجاً برصيد 20 لقب ليفر بول طبعاً 19 لقب أرسنل برصيد 13 لقب وأفرتن 9 ألقاب منشاستر سيتي 8 ألقاب أسون فيلا يعني يمكن فاز ب7 ألقاب فقط وتشيلسي وسندرلاند يمكن هما الاثنين متسويين في الفوز ب6 ألقاب لكل منهما ونيو كاسل يونيتد وشيفلد وانس دي يمكن ب5 ألقاب لكل منهما أخيراً عنواننا الأخير من روسيا اليوم الحداء الذهبي الأوروبية لترتيب النهائي لأفضل عشر هدفين أصدل السطار أيضاً يعني يمكن زي ما احنا تكلمنا فيه العنوان الماضي وأيضاً يمكن تقرير روسيا اليوم برضو تكلم عن إزدال السطار على بريمير ليج وعلى دولات الأوروبية بشكل عام لموسم 2021-2022 لكرة القدم والحقيقة أن تصدر طبعاً روبرت ليفاندوفسكي جدول ترتيب الحداء الذهبي الأوروبي ويمكن أيضاً روسيا اليوم عملت إحصائية وكمان كانت مهتمة بفكرة ترتيب لدوريات الأوروبية في موسم 2021-2022 وأفضل الهدفين اللي جنف هذه القائمة يمكن طبعاً زي ما احنا قلنا فيه بداية التقرير ليفاندوفسكي لباير ميونيخ 70.35 هدف أيضاً مبابي باريس سان جرمان 56.28 هدف كريم بنزمة ريال مدريد 54.27 هدف وتشيرو إمومبلي بلاتسيو 54.27 هدف وسام بنيادر موناكو 50.25 هدف أوهي أمانجفو 49.5 نقطة برسيد 33 هدف وفي المركز السابع فلاهوفيتش طبعاً يعني يمكن هذه الإحصائية كانت على لعبه في فيورونتينا ويوفانتس الحقيقة أنه هو بـ 48.24 هدف وفي المركز الثامن باتريكس تشيك طبعاً اللي بيلعب ليفر كوزن بـ 48.23 هدف وأكيد طبعاً نجمنا المصري محمد صلاح احتل المركز التاسع من ليفر بول 47.23 هدف وأخيراً في المركز العاشر سون هيونج مين طبعاً اللي بيلعب لصالح تاتنام برسيد 46.23 هدف طبعاً دي كانت كل العنوين البارزة الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابة نيوز ليه جاولتنا الصحفية بشكركم جداً العودة لكم مرة أخرى جميل كالعادة بنشكرك جزيلاً شكر زميلتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التغطية